هناخد كل اللي جوه السيل اسمه بروتو بلاسم. قلنا فيه نيوكليس وحواليها سايتو بلاسم. هناخد دلوقتي نيوكليس. شكلها بيبقى ازاي? او under the microscope. بتبقى سفريكال دايرة او أوفيل شيب. شكلها بيضاوي. the most obvious organelle in the cell. اذا كان بيسين under the ميكوسكوب. اكتر عنصر او عضي واضح بيقدر شوفه. موجود في ال middle of the cell. بيتكون من اين? شوفوا من كده اربع حاجات. هنا ده الميمبرين. هنا نيوكليولاس. نيوكليوبلاس. كروماتين. هنمشي واحدة واحدة. نيوكليور او نيوكليور ميمبرين. اهو نيوكليور ميمبرين او نيوكليور او نيوكليور ميمبرين. وضعا اين? ال double membrane. زي ما شايفينه كده double membrane. surround the nucleus. بيحوط على نيوكليور سيبرية ال content بتاعتها من السيتو بلاسما. لازم تبقى فيه حاجة فاصلة نيوكليور من السيتو بلاسما. في تايني بورز. شايفين البورزة ايه? وهالبورز ايه. ايه التايني بورز? ايه فائدة الخروم اللي موجودة فيه. استبسطنس بتعد من نيوكليور للسيتو بلاسما. بتعد من ايه? من نيوكليور والسيتو بلاسما. عم طريق البورز والخروم اللي موجودة. في هنا مادة شفافة سائل جيلاتيني فيه نيوكلولاس وفيه الكروماتين نيوكلولاس اللي هي شايفينها دي يعني تصغير نيوكلولاس بيقولك مور زان ونيوكلولاس احيانا بلاه اكتر من نيوكلولاس بالزات في السيلز اللي اسبيشيلايزد انفورميشن اوف بروتين او سكرينج للبروتين زي الانزيم والهرمونز يبقى لقوا السيلز اللي بتعمل سيكيشن للهرمونز او الانزيم لما فحصوها لقوا ان فيها اكتر من نيوكلولاس يبقى فيه علاقة بين نيوكلولاس والفورميشن اوف بروتين طب هناخد الكروماتين المادة هنا اللي عاملة زي ايه دي تانجلد فلمنت هو يطمو تشبكة مع بعض كويلد اروند ايتش اوثر ديرنج السيل ديفيجن بتتحاول لروت شيب استراكشر زي العصائي اسموهم كروموسومز ده شرح اللي فات يبقى نيوكلولاس سيبقى نيوكلولاس سيباريط القنتين من السيتو بلاسم سيفرال تيني بورز اللي فيها السبسانس بتعدى نيوكلاس نيوكلولاس 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 التسمع من الت providers الوظف وستحاول لرودش متجربات teens نن觉得 تجريح من الجيد عاش الوظف والتفهد من أن نبحث عن الكتلوم والمهار ستم 너جهم Meyer الاندوبلازم الكاتيكليم التي تغلق ذلك closed مهار ملف وهي الجيد النقل بلاس نختار الاندوبلاسية لديهم تشعبه التشعبه بين سلود هل نوع البوليمر كل واحد منهم لا طبعا هل اه هما الاثنين فيهم بورز مهمة جدا هما الاثنين فيهم بورز دايريكو كونتاكشن و لا زير بريزينت ان اول سيلز لا هما اشماملين في اول سيلز طب هندخل عالكروموسومز بنقولك دورانج الميتافيز بتاعت السيل ديفيشن وارحالة الميتافيز الكروموسومز بتظهر مور اوفييز بتكاون من تو فيلمنز اهم خطين كل خيط اسمه كروماتيد كل اثنين كروماتيد جوينت كل الكروماتيد لو مسكناه هنلاقي عبارة عن دي انا وبروتين اسمه الهستونز يبقى كل الكروماتيد عبارة عن دي انا كويلد اراوند بروتين موليكوين كولد هستون افادة دي انا كاريزة جنيتك انفورميشن بتشيل الجينز اللي بتعمل كنترول الشيب والستراكشور بتاع السيل بتتحكم في شكل وتركيب الخلية الانشيطة الحيوية الجينيتك تريد سيدي اللي بتنتقل من جينيشن لاناظر قلنا مسلا اب عاني خضرة الصفات الورصية بتتنقل من جيل لجيل تاني الابن مسلا ياخد نفس العنين يبقى هنا السيل دي نيوكريوس قلنا الكروماتين عبارة عن في مرحلة الميتافيز بيتحاولوا الكنين هنا كروموسومز كروموسومز عبارة عن تو كروماتيد بتقل بينهم سنترومير لو مسكنا كل الكروماتيد عبارة عن دي انا ايه كويلد اراوند ايه بروتين كولد الهستون وده الجين دي بيقولك الكروموسوم مش على طول مش على طول بيبقى في الصورة مضاعفة لا دوبليكيتد في البجينينج اوف مايطوتيك ديفيجن تيل ميتافيز وسنجل في الانافيز والتيلوفيز يبقى دوبليكيتد يعني اضبع بفور البجينيج اوف سيل نيو سيل ديفيجن الجينيتك متيريز بيحصلها تضاعف عشان ايه كل واحدة تاق الكروموسومز تبقى دوبليكيتد كروماتين. لو سيل ما حصلهاش ديفيجن الكروموسومز هتبقى فيها DNA والموليكين. الكروموسومز قلنا بتكون الكروماتين ريتيكولا شبكة الكروماتين في السين نيوكليلس. تعالى. what is the function of the words الموجودة في نيوكليل الميبرين. ايه فاجت لفوق دي? فاكرين احنا اخدنا في نيوكليك اسد الار اني اي كان يتكون من الدي اني اي في نيوكليل وبعدين بيطلع على السيتو بلاس. SaaS بل وظيفته? بين الار اني اي intel hyster ended lucy oblasm ولا بين الدي اي into Yay Abdullah . ولا بين الدي اي والار اني ايه. ولا بين الريوب هتبقى الااجابة الاولى the transfer RNA into the cytoblasm. قلنا الار اي اي بيتكون او겠어 transcript من التي ايه في نيوكليس وبعدين بيطلع على enough سيتو بيطلع ازيه? عن طريق الجورس اللي في اليوكليس. لو انت عرفت ان وان كروموسوم وان ده ايه? طب احنا عارفين ان الليفينج سيلز جواها نيوكلز ونيوكلز جواها كروماتين واللي هو جواه كروموسومز والكروموسومز جواها اه اتنين كروماتيت كل كروماتيت عبارة عن دي ايه والدي ايه بيبقى عليه الجينز يبقى الترتيب هيبقى كده هوا اللي هي الليفينج سيلز بعدها تون ايكليز بعدها وان الكروموسوم سري الجين مهمة جدا